أبدأ من عندك كريستيان الآن اختلف ربما الضوء من خلفك باتت الأجواء مظلمة هل من ضربات أو قصف تنير هذه الظلمة لهذا اليوم؟ يمكنني القول رشا بأنه منذ حوالي الساعتين لم تسقط أي غارة على ضحية بيروت الجنوبية ولكن طيران الاستطلاع لا يزال يحلق منذ أكثر من ساعتين على علوم منخفض ويمكننا سماعه بوضوح ولكن توقفت الغارات هنا في ضحية بيروت الجنوبية باستثناء تلك الغارات التي حدثت في الغبيري وفي تحويطة الغدير الغارة التي سقطت في عين الدلب في صيدة علمنا منذ قليل بأن مسؤول حزب الله في صيدة هنا قتل بتلك الغارة إضافة إلى 24 آخرين وأدت إلى جرحي 29 ولكن هذه الأرقام غير نهائية بما أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة حتى الآن بالعودة هنا إلى بيروت هناك نوعا ما يمكن القول نشاط وتحركات سياسية وزير الخارجية الفرنسي من المفترض أن يصل بعد حوالي الساعتين وسيلتقي غدا برئيس الحكومة نجيد ميقاتي بالبطريارك الراعي بقائد الجيش جوزيف عون وأيضا بمسؤول اليونيفل هنا في لبنان ومن المفترض يعقد مؤتمرا صحفيا فيما بعد ولكن حتى الآن لم يعلم ماذا في جيبه بما أتى ما هي خارطة الطريق وما إذا كان هناك تنسيق مع الجانب المصري والجانب القطري في هذا الإطار وشير هنا إلى أن الرئيس السيسي بالأمس اتصل برئيس نجيب ميقاتي وقال له بأن المصر تعمل على وقف مؤقت لإطلاق النار ريث ما يتم الاتفاق على ترتيبات أخرى تؤدي إلى تطبيق جميع الأطراف للقرار 1701 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر